زي ما قلت لحضراتكم ما تنسوش النهاردة على فكرة النهاردة تاني متسابق حيكون بيسافر معانا إن شاء الله إلى كأس العالم في الإمارات النهاردة الأربع زي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايما متفقين كل يوم أربع بيكون معانا متسابق حيسافر معانا إلى الإمارات علشان يتفرج على أولى المباريات مباراة النادي الأهلي ومنتيري المكسيكي النهاردة الأسبوع الثاني والفائز الثاني إن شاء الله هيكون معانا بعد الفقرة اللي جاية بعد الفقرة اللي جاية هنروح على الشاشة زي ما دايما متعودين ونختار الاسم اللي هيكون معانا أو اللي هيكسب معانا ويسافر معانا لملاقات لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ومنتيري المكسيكي وإن شاء الله بعد ما نشوف مين اللي هيكسب معانا هنقول لحضراتكم السؤال الثالث اللي هن شاء الله يوم الأربع اللي جاي هنختار المتسابق الثالث اللي حيكون معانا إن شاء الله في كأس العالم للأندية ليشاهد مباراة النادي الأهلي ونادي منتري المكسيكي زي ما حضراتكم عارفين اتصلوا أو ابعتوا اتصلوا دلوقتي على رقم أو ابعت رقم الإجابة الصحيحة على 1795 أو من أي خط أرضي على 09009500 زي ما قلت زي ما قلت لحضراتكم إن السؤال اللي فات كان أين ستقام بطولة كأس العالم القادمة طبعا احنا قلنا 100 مرة أين ستقام ومصر كلها العالم كله عارف أين ستقام بطولة كأس العالم للأندية ولكن اختاروا من الإجابات اللي أمام حضراتكم لغاية كمان ساعة إن شاء الله أو كمان ساعة لربع لأنه هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هيكون معايا النجمين الكبيرين النجم الكبير الكابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن علاء ميهوب هيكونوا معايا بعد الفاصل هنتكلم عن أهم الإيجابيات الخاصة بطولة كأس العالم الأفريقية هل يوجد إيجابيات فنية خاصة بكأس العالم الأفريقية بعد الفاصل النجمين الكبيرين محمد حشيش والنجم الكبيرين محمد حشيش وعلى ميهوب في ضيافة البيت الكبير شكرا